حابين نقف مع حضراتكم على مجموعة من الرسائل المهمة اللي الرئيس ذكرها اليوم واحدة من هذه الرسائل هي التشكيك اي حاجة بتحصل في مصر اي طوبة على طوبة بتحطها الحكومة يعني الحكومة لو قالت هحط طبطين على بعض هابني حيطة هتلاقي حد هيطلع يشكك ليه الحيطة؟ وليه طوب؟ مش اسمنت وش معنى في المكان ده؟ وش معنى في التوقيت ده؟ ومين اللي عملها وليه وبكام؟ هتسمعوا حضراتكم اقويل كتير زي كده وطبعا حضراتكم ومستخدمي السوشال ميديا قادرة مني بكم هذا التشكيك في اي شيء بيتعمل في مصر حتى ان الرئيس قال يا جماعة طيب هاتوا المشروعات اللي حصلت وتنبت شوفوا الناس دي كان بتتكلم عليها ازاي واحنا لسه بنبدأ فيها قناة السويس وهي بتتنفذ من خمس سنين كانوا بيقولوا ايه او من ست سنين كانوا بيقولوا ايه والنهاردة الوضع ايه؟ مشروعات الطاقة مشروعات البترول الكهرباء الاسكان فيروس سي كورونا غيرها اي شيء نكحلت فيه الدولة تعالوا نفتكر مع بعض كانوا بيشاككوا فيها ازاي وبقت النهاردة عاملة زي تعالوا نسمع الجزء ده من الكلام القادوا رئيس النهاردة وانا قلتلكم مرة قبل كده ان انتو هتجدوا دايما كل اجراء الدولة بتعمله المتشككين وده اتجاه هديعيش معنا وهنعيش معه ان هو دايما هشكككك في كل عمل ويقولك ان العمل ده بيستهدف ضررك بيستهدف الاساءة ليك بيستهدف تضيع مكاسبك ويفضل كده لغاية لما نعبره نفتكره لما جنا نعمل قناة السويس واحنا بنعملها هجوم شديد ومش ممكن تتعمل اتعاملت سيكتنا بس احنا لازم ما ننساش ان في كل موضوع احنا هنشتغل فيه كدولة اللي هي الهدف منه في الاول وفي الاخر مصلحة الدولة المصرية بشعباء لازم هتجدوا ناس دخلة معانا تشكك على طول في كل اجراء احنا بنعمله في كل اجراء احنا بنعمله لغم ان الهدف منه ايه مصلحة وطنية صفية الهدف منه مش ابدا يعني الضغط على الناس او تعذبهم وفكرة التشكيك اللي بتبقى معمولة من جانب قوة الشر اللي انتوا عارفين هم لما عادين في كل موضوع نشتغل فيه نستهدف فيه مصلحة وطنية يبتدوا يشككوكو طب ليه هو الهدف من كده ايه مصلحة مصلحة وطن لا والله والله العظيم الهدف من كده اسقاط وطن انا بحلب بالله الهدف من كده ايه اسقاط الوطن مش مصلحة ترجمة نانسي قنقر